هل تعرفت السعيدة الشرف رفعت الدواب المؤترة ميمي تقطق على قبل الفيديو اللي دارتك تدفع فيها لدنيا باطمة وبدأتك تسبف سعيدة قبل ما ندخله ونقش هذا الموضوع كان ينشح ويش خاصهم يتطحوا انا عندي كي باوز كي سعيدة شرف كي دنيا باطمة اللي غدي درشي حاجة مشيه هديك غدي ندره عليه يكون اللي بغي يكون ودابا نقشه الموضوع وبحال ديمة بعيد على العطيفة ميمي دارتك فيديو كي تعير فيه سعيدة شرف وعيرت له عائلتك كاملة سعيدة شرف في المقابل بلص ما تبقى تعطى معها في سطوريات الناتكة مواطنة مغربية تعرضت للسب والقدف والتشهير مشات القانون تصرف اللي منطقي وهو اللي خصو يدار واي واحد تعرض لنفس الحاجة راخصو يمشي للقانون باش الظاهرة اللي جا يبدأ يسبب عباد الله في مواقع التواصل على الأقل تنقص وبكل حيات ديه كل دعم ميمي شي شخص آخر من غير سعيدة شرف كنظن بالله ردات الفعل هتكون مبتلا والناس غديلوا ميمي حين تليلأسف الشخصانة كتغلب على المنطقة واخا هو راه العكس اللي خصو يكون أما الناس اللي غديجي ويقولوا بلي سعيدة شرف كتفت بندم للحبس باطل وبشهادة ديال الزور ودكش ديال المؤامرة الماسونية واشف نظاركم الشرطة القضائية اللي كيدلوا التحقيق والناس ديال القضاء كيبنوا لكم كل خيل لها الدراجة ديال واحد يزور محادثة ولا يجيب شهود ديال الزور وهوما يتحقوا به ويدخلوا بندم للحبس بطلقك راح ينتبر الرغم من المؤاخدات اللي عندنا على القضاء فعدد من الحواج هو لكي راح ما شيل هاد الدراجة أما بالنسبة لسعيدة شرفة باش نستطيع تهد الباب ديال كنجي منها نهار هتدير هي براسة شي حاجة من هاد شي اللي كنت تقدوه غدي تلقوناح نلولين كنهضروع له وبنفس الطريق